اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن المتأمل في الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يستنبط منها دروسا عظيمة وفوائد جمة من أهمها ضرورة الأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب سنة كونية حيث جعل الحق سبحانه لكل شيء سببا كما أنه عبادة إيمانية فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب والعمل للتواكل والضعف والكسل حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لذلك اعتنى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب في الهجرة عناية فائقة حيث خطط صلى الله عليه وسلم للهجرة تخطيطا واعيا واتخذ كل الوسائل التي تعينه على إنجاح مهمته وفي الوقت ذاته كان قلبه متعلقا بربه عز وجل يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح وجمعت بذلك الهجرة النبوية المشرفة بين حسن التوكل على الله عز وجل وحسن الأغذ بالأسباب فكان التوقيت المناسب للخروج للهجرة مختارا بعناية حيث جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت شديد الحر حتى لا يراه أحد وكان الخروج ليلا من بيت أبي بكر رضي الله عنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة كما بلغ الاحتياط عند النبي صلى الله عليه وسلم مداه فاتخذ طرقا غير مألوفة واستعان عليه الصلاة والسلام بشخصيات ماهرة حكيمة لتعاونه في شؤون الهجرة ووضع كل فرد في مكانه المناسب الذي يحسن من خلاله القيامة بمهمته على الوجه الأكمل فنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان نبينا صلى الله عليه وسلم تمويها على المشركين وأداء لأمانات القوم وكان دور عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما مهما في استطلاع الأخبار ورصدها وتألق دور المرأة في الهجرة النبوية المباركة حيث كانت ذات النطاقين السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحمل الغذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها الصديق رضي الله عنه كما كان عامر بن فهيرة يقوم بدور التمويه بأغنامه التي كانت تمح آثار سير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه كما كان عبد الله بن أريقت دليل الهجرة الأمين وخبير الصحراء البصير مع أنه لم يكن مسلما الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن تدبير نبينا صلى الله عليه وسلم للأمور في الهجرة المشرفة على نحو دقير والتكامل مع اعتماده صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا وفقته في نصره وتأييده عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ويقول الحق سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فكانت عناية الله تبارك وتعالى تحيط بنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فما أحوجنا إلى الأغذ بالأسباب في حياتنا كلها تعلما وتعليما وتخطيطا وعملا وإنتاجا وإتقانا ما اعتماد القلب على الله عز وجل وحده فوسبحانه مسبب الأسباب والموفق إلى كل خير ولله در القائل ألم تر أن الله قال لمريمة وهزي إليك الجذعة الساقة الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك واحفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين